مشاهدين من عشر تيام فاز فريق القبيت لكرة السلبي بطولة لبنان للدرجة الرابعة وهالنتيجة هي اللي خوالتهم يتدرجوا أو يصيروا بالدرجة الثالثة عنها الفوز رح نحكي مع اللعب الأساسي ورئيس الفريق استاذ ماريو فادها لسهلا فيك ماريو بداية مبروك للفريق للقبيت والعكار بعتقد هيدا أول لقب رسمي رياضي تحصلوا عليه مظبوط هيدا أول لقب رسمي بتحصل عليه عكار وهيدا كان هدفنا نحن من الأساس هدف الإدارة أن نفرجي عكار بغير صورة للعالم اللي بتفكر فيها أن عكار هي حرمان وعكار 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 فرجينا أن عكار فيها فيها أبطال لبنان مثل ما بيقولوا وهيدا شيء اللي صار طبعا هالموضوع بضف لكون فخر بس بنفس الوقت صار فيه مسؤولية أكبر صح؟ أكيد هذا فخر لكل عكاري ولكل التيم اللي كان معنا أنه هني بالفق أبطال لبنان بس أكيد صعب كتير أنه صار علينا مسؤوليات كتير كبيرة أن نظل محافظين أنه نحن بكل بطولة رح نخوضها أنه نحن نضل عطول أبطال لبنان وهذا الشيء أكيد رح يضع علينا مسؤوليات كتير كبيرة يعني ونحن بنوعد أهل عكار أنه بكل بطولة نحن رح نلعبها رح نحقق فوض رح نجيب الكيس ونحن نكون أبطال لبنان مش فوض هنكون الكيس ونربح البطولة هل هيدا الإنجاز بيجذب على الفرق الأخرى لحتى تكون بعكار وتلعب معكم؟ الفرق الكبيرة عم نحكي نحنا هيدا هدفنا الأساسي هو لما الاتحاد يسمح لنا سير نعتمد ملعبنا يعني هو سير كل نادي يعتمد ملعبه نحنا بلشنا من هلأ من هلأ للسنتين نحنا عنا ملعب بعكار ملعب مكفل بس بدوا تجهيزات هلأ من هلأ للسنتين نحنا رح نكون خلصنا كل التجهيزات على الملعب ونكون نحنا نقدر نحنا نستدعي نحنا نجيب الفرق الكبيرة تلعب عنا بعكار وهذا الشيء رح يكون إنجاز للعكار أنه هلأ لكل العالم تسمع بعكار بعدين الفرق الكبيرة حتريت نطلع تلعب بعكار عنا وهذا هو هدفنا إن شاء الله قريبا نحنا حتى عنا نكون اهتمامات عديدة حتى عم بتفكروا بالفئات للأشخاص اللي عمروا تحت لـ 18 سنة مضبوط هذه شغلتنا الكبيرة وورشتنا الكبيرة مثل ما بيقولوا لأنه نحنا بدنا نعمل خزان مثل ما بيقولوا خزان للفريق الكبير نحنا فتنا هلأ بالـ 18 بطولة الـ 18 اللي عم ننظمة الاتحاد ومن خلالكم كمان بيعلن أنه نحنا بالصيفية رح نكون عنا كامب كتير كبير لكل ولاد عكار مجانا نقدر ناخد منهم المواهب لأنه ما بتصدقوا دي فيه مواهب بعكار رياضية أكيد وخصوصا بالباسكتبول دي فيه مواهب مخبية ما عم بتبين هلأ نحنا من خلال هيدا الفريق صار هتفصحوا المجال أنه نبينوا مواهبهم أكيد صاروا صاروا نحنا كل موهبة بتبين أكيد نحنا رح نستفيد منها على الفريق الكبير إذن هيده هي بخططاتكم للمدى البعيد ولا بأعطيك منها مشاريع أخرى بدك تحكي عنا أكيد نحنا هو هدفنا الرئيسي هو أن نتقهل أن نصير درجة أولى ومثل ما أحكينا أنه كمان نعتمد يعني نصير الفرق الكبيرة تطلع تلعب عنا بعكار وهيدا شيء أكيد هذا فخر لكل لبنان فخر لكل عكار ولكل لبنان أكيد خبرنا أكثر عن الفريق عن اللاعبين ده أول شيء هنا مبسوطين وكيف تكونوا عم تتمرنوا وتحضروا لكل هالبطولات أكيد هلأ نحنا عم نحضر الفريق في أغلبية في خمسة ستة منهم من عكار والباقي من كل لبنان لأنه نحنا أول ما قررنا كإدارة أنه نعمل هيدا الفريق قررنا أنه الفريق يكون هو هدف الفريق مش بس مجرد أنه يشارك بالبطولة هدف الفريق أنه يشارك ويربح البطولة لأنه هيدا الشيء كتير بيحمس الجيل الطالع الجديد أنه يشارك معنا بال نحنا كلنا كلاعيبة حبينا الباسكت من وراء العيب كتير أبضاي أو من وراء فريق كتير حبيناكين كتير أبضاي مشين هيك نحنا قررنا أنه نعمل هيدا الفريق القوي كرميلا نحمس الجيل أنه صير يلعب باسكت أكتر ما فيني أخبركم قدام بعد ما ربحنا البطولة صار الشباب الصغار يطلعوا يلعبوا باسكت وصاروا متحمسين كتير عندنا مدربين كفاية المؤهلات الموجودة لحتى نوصل لكأس لبنان أكيد في عنا كتير مدربين وفيكدي عنا كتير طاقات وخصوصا بعكار في كتير طاقات بس للأسف كانت من فترة يعني ما فيها تبين ما فيها تبين وهلأ نحن خلال هيدا النادي صار عم نسمح للكل إن كان مدربين أو إن كان لعيبة إنه يبينوا معنا بهيدا الفريق راح نشوف أجوائل مع تشبيح الفيديو ومتابع معك الأجواء الحماسية أجواء حماسية جداً بتحب تضيف كلمة قبل ما نخطب ماريس بحدي أنا بس بدي أشكر يعني حتى الاتحاد كان عنده لفتي بهذا الموضوع إنه الجمهور اللي كان عم يوكبنا بآخر جيم كان كتير كبير بالنسبة لأنه نحن درجة رابع حماسنا نطلع لفول أخطونا شارك معك بس كتير يعني في فرق درجة أولى ما عندهنا هيدا الجمهور فالاتحاد كان بوجه تحيي لرئيس الاتحاد أكرم الحلبي اللي هو كمان تفاجأ أنه قال لي في فرق درجة أولى ما عندهنا هيدا الجمهور وهيدا الشيء عن جد بيحط علينا مسؤوليات كتير كبيرة للمرحلة الجاية عاكي الحال نحن نتمنى لكم كل التوفيق جود لك إلكون ولكل اللاعبين وأكيد المبادرة راح اللوي كتير متل ما ذكرت لتشاجعوا اللاعبين الأصغر بالعمر إنهم ينضموا لإلكون لما يكبروا أهلا وسهلا سيك كماريو فهد اشتركوا في القناة